أرحب بكم في درس آخر وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي and welcome back to another video this video are going to talk about the main theme in the short story open window by Saki إذن رح نتحدث عن موضوع deception اللي هو الخداع we are going to explain this theme in the whole story رح نتحدث عن هذا الموضوع بكل القصة so first of all we have to know that the most important theme in this short story is deception لازم نعرف أنه أهم شغلة بموضوع بالقصة القصيرة وهذه القصة القصيرة اللي هو الخداع إذن هو أهم themes إذا جاءك سؤال explain the main theme in the open window by Saki إذن تحدث عن theme الرئيسي أو الموضوع الأساسي بقصة open window فإنت حاولت تحدث له عن deception اللي هو الخداع فرح نشوف وين هي مواضع الخداع فإن ذا جاءك سؤال في رح نتل فإن ذا جاءك سؤالها وين هي موضوع الموضوع وين هي موضوع الأساسي وين هي موضوع القصة إذن جانب الأول من جانب الخداع في هذه القصة أن ذا أخبرت مستر نتل عن القصة بأنه زوج عمتها وابنها واخوها هذول ثلاثة الاشخاص اللي طلعوا هما اصلا الصبح راحوا للصيد قلت له صار لهم هواية صار لهم سنين من راحوا منعرفهم وين يعني قلت النتل قلت لهم راحوا بالمستنقع مستنقعوا غدروا وماتوا زين يعني غرقوا وماتوا هذي اول جانب من جوانب الخداع ان هي استطاعت خداع في مستر نتل خدعته بهذه القصة خلتها يخاف زين يعني هذا اول جانب الجانب الاخر خدعت ايضا عمتها من قالت لهم السبب giving a reason as why نتل rushed out خدعت ايضا عمتها من قالت له من سألوها قالوا لها من هذا الرجال اللي جاي سيدة سابلتن قالت لهم هذا مستر نتل شخص جاي يدعي بانه مريض وما يتكلم بس عن امراض عن مرضه شو مش شافكم شرد هش قالت لهم ازان هو طبعا شردت لهم فيرا قالت لهم لا لا انا اتوقع على مود الكلب لانه هو حشالي على اساس مستر نتل حاشي الفيرا قيل لها انه اكو فديوما من الايام مستر نتل رايح للهند وبالهند هناك هاجم علي مجموعة من الكلاب وهو صال عنده خوف من اي كلاب وما يجب في الكلب هرب عجيب اذا هذه القصة اللي قامت بخلقها فيرا حتى تخدع حتى تخدع عمها عمتها حتى تنطي السبب عن هروب مستر نتل ولكن في الحقيقة مستر نتل هرب لانه كان يتوقع هذه اشخاص الذين جاءوهم اشباح لانه حسب ما ذكرت فيرا انه ميتين قبل سنين بالمستنقع وما يعرفون عليهم شي واللي اجوا هذولا متفاجئين على اساس فيرا ما تدري بالعكس هم كانوا صبح طالعين هم رائل جون بس هي خدعة مستر نتل وخدعتهم فهذا جانب وهو اهم themes it is the most theme in the whole story طلا بس اريد نقطة واحدة رجا تحدث لهنا انتهت المحاضرة مهالتنا درس مهالتنا القصير يعني هو يقعد نتعب حقيقة بالتسجيل نطبع ملازم نترجم بالمقابل ما قاعد نشوف اكو متابعة ولا قاعد نشوف اكو التفاعل نتمنى شاركون هذا الفيديو لا تنسوا طلاب هذا الفيديو تاخذ تنسخ الرابط دزل زملائك لوياك تنشر بالقربات حتى الناس تعرفوا بهذا الفيديو لا تنسى تشترك بالقناة وايضا تدعمنا بتعليق كلام جميل حتى نستمر ونشجع لتقديم المزيد والمزيد تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته